شهر رمضان يا حبيبي نحن معك سلام عليكم وببتدي بالسلام زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة صلى الله عليه وسلم والأفش والسلام وأطعم الطعام يعني أكتر حاجة ممكن تعملها اللي أنت تفشي السلام بجبر خاطر محتاج أو يتيم أو مفكين كفاية يقول لك والله الدنيا لست بخير يعرف اللي الخير لست في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومع جمعية البر والتقوى المركزية إحنا رمضان ده مميز جدا جدا معهم شفنا خير وفرحة يمكن كنا دايما بنسمع عن الفرحة وإزاي بندخلها على مسلم أو إنسان لكن بالفعل هم ورون الفرحة في وش الناس بجد فالنهاردة هنتكلم عن الصداقات والفرحة اللي احنا شفناها معاهم مع شيخانا الجديد الدكتور مصطفى فتحالة الدعاء الإسلامي والمتحدث باسم جماعية البر والتقوى السلام عليكم وعليكم السلام وإحنا شرفنا من وقت عزك من الله كل عامين أنتم بخير وحضرتك بخير أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسع لنا ولبلادنا وأن يطعم يا رب كل فهم المحتاج وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطعم كل من يطعم الناس بأن يطعموا من يد المرتفى صلى الله عليه وسلم يوم القيام أحلى دعوة ربنا يكرمك يا رب جمعية البر والتقوى عاملة حاجات حدروي نعم بس قبل ما نتكلم هم عامين إيه إحنا عايدين نقول للناس يعني إيه صدقة جارية نعم هذيك قلتي جارية يعني لا تتوقف بالضبط كالنهر الجاري لذلك الصدقة يمكن أن تفيد صاحبها في الدنيا وتفيده في الدنيا والآخرة صحيح حتى الصدقة نفسها في أي حال من الأحوال لا تتوقف لا في الدنيا ولا في الآخرة أنا بدفع الصدقة وأنساها فبعتقد أن هي في الدنيا وتتوقف على كده لكن أي صدقة إحنا بنقدمها ربنا لا ينساها سبحان من لا يضل ولا ينسا سبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم بيأخذ الصدقة سبحانه وتعالى ويده نفس صفات البزرة التي توضع في الأرض فتكبر وتزجع وبعد كده تنبت لذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في منى الحديث أن الله تبارك وتعالى يربي هذه الصدقة للعبد كالفلوة يعني كالحاجة صويرك وتفضل تكبر تكبر تأتي يوم القيامة كجبال تهامة دايما جبال تهامة اللي هي جبال مكة والمدينة هي أكبر للجبال اللي كانوا بيغضوها كأي مثال فيأتي يوم القيامة يقول يا الصدقة البسيطة غية هي اللي وصلتني لغاية هناك أحيانا يعني مثلا أحد الصالحين توفاه الله ورآه تلميذه في المنام فوجداه يتمختر في الجنة ماشي كده في الجنة فبيقول له يا إمام أدخلت الجنة بفقهك وعلمك قال لا أدخلت بصيامك وكذا وكذا قال لا قال بماذا دخلت الجنة قال كلما مرت جنازة كنت أقول سبحان الحي الذي لا يموت يعني الموضوع بعيد خالص عن الصدقة بعيد خالص عن العلم اللي كان يقدمه عن 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 دخل بإيه بكلمة كان بيقولها تخيلي حضرتك ممكن برضو بشربة ماء سبحان الله شربة ماء يعني هو الإخلاص في الصدقة يعني الحاجة يعني اللي احنا نخش الجنة ده مش بالعبادة بس لا ده بالقلب نعم سبحان الله بالقلب النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معه صحابي فيقول له إن فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله ما هما يا رسول الله قال الحلم والأنا تخيلي حضرتك لما يكونوا عنده حلم في تلقي أي صدمة يبقى عنده أناف التصرف ما يبقى سلسانه جاري يبي يجري آه والكاظمين الغيز والعافين عن الناس والله يحب المحسنين درجات بتؤدي إلى جنة ليه أصله هو سوف يتحلى بأن يجلس مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم طيب إحنا عندنا من الصدقات الجوية وحد جتب كنت بتقول لي وحدا بنتكلم من أحسن الصدقات الجوية قال عليها في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الآبار والهي صقر الماء لأننا أسقي حد مية نعم فالناس يعني عندها فكر اللي هو اللي أنا لما أدي صدقة أدي فلوس أو أطعم طعام لكن موضوع المية ده بالنسبة لهم بعيد أو ليه النبي صلى الله عليه وسلم اختار حفر بير أو صقر ماء عايزة أقول لحضرتك حاجة أحد الصحابة توفت أمه توفاها الله فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ماتت أمي والناس اللي بتحب أمهتها وفي بب أمهتها وصحابي ماتت أمي فما هي أفضل الصدقة لأمي أنا عايز صدقة أمي تستفيد بيها وأنا أستفيد بيها الحديث اللي أنا بقول لحضرتك ده تسبب في موقف جالي دلوقتي قبل ما يجيب تصوير حالا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سقي الماء يعني إيه سقي الماء يعني أحفر بئر يشوب منه الناس في ظل الاحتياج شوب المية الإطعام كذا وكذا وكذا عايزة أقول لحضرتك وأنا جاي دلوقتي اتصلت بيها الحجة كريمة وقالت لي أنا عايزة أعمل بير أحفره وقلت لها على حظك أنها هم عايزة أميرة في الصحة في خانات الصحة وجمال وحاجة كريمة أنت أول متبرع على الهواء مباشرة بإن حضرتك عايزة بتقول لي أنا عايزة أعمل شوفي بقى العقيدة بتقول لي عايزة أعمل بير مية أحفره يكون على روحي وأمي وأبوي وهي ست كبيرة هي كبيرة في المقام بلاش أقول لي سنها كبيرة عشان إيه الناس بتحب المقام بلات كل أهل ركب ربنا يا عزة حضرتك فأنا بقول لي حضرتك قلت لها يا حاجة ما ينفعش أني يبقى على روحك وروح الوالد والوالدة لا ده أنت بتهدي صدقة جارية دلوقتي على حيات عينك حتشوفي بعنيكي والوالد والوالدة حيوحلهم شلال يوم القيامة بأنهارم في الجنة المفروض إن إحنا يوم القيامة وإحنا وقفين في أرض المحشر كلنا عطاشة كلنا شايفين العطش مش قادرين أمه الإيه اللي ينقذنا شربت ماء علشان نشرب منها من نهر الكوثر طب إنت شربت الناس وحفوتلها أبار في الدنيا من أنهار الدنيا اللي جوه الأرض دي أصلي يوم القيامة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان وما لها يوم إذن تحدث أخبارها هي حتتكلم عن اللي فيها حتقول كان فيه أنهار من المية جوايا وكان فيه ناس عطاشة فوق وجات وحدة زي الحجة واحد زي الحج حفر من الخير اللي جوايا وسخى بعباد الله يعني الأرض ده هتشهد لنا نعم والإنسان هتشهد لنا نعم سبحان الله يؤتى برجل يوم القيامة مكبل بالأغلال مأخوذ إلى النار ليس عنده حسنة تسحبه الملائكة إلى النار وبينما هو كذلك ينظر في أرض المحشر فيجد رجل يقول له يا عبد الله فينظر إليه من أنت؟ قال أنا الذي سقيتك شربة ماء في الدنيا تعالى معي عند ربي لتشفع لي فيقف أمام ربي العالمين اللي لسه متحسبش واللي رايح النار معندوش الله هي حاسنة وحدة صحية فيقف أمام الله فيقول ربي إن هذا العبد المأكوذ إلى النار يا رب سقاني في الدنيا شربة ماء فقلت الحمد لله فغفرت لي بها يا رب أسألك يا رب أن تشفعني فيه فيقول رب العالمين عبدي أتكون أكرم على أخيك مني وأنا أكرم الأكرمين وأنا أجود الأجودين خذ صاحبك وادخل الجنة سبحانه وتعالى بشربة ماء فما بها لحضرتك بحفر بير صحيح طيب ناس كتير سبحانه وتعالى ناس كتير بتقول أنا ما أقدرش أحفر بير يعني جمعية البر والتقوى عملة حفر أبار نعم فعرفت اللي فيه ناس كتير بتشارك في حفر بير يعني ممكن أنا مثلا بألف وربي بألف و بخمسمائة بخمسين جمعنا كلنا وحفرنا بير نعم يقول لك طب ما أنا فيه حد مشاركني يبقى أنا كده مش هيخد جزاء الحفر البير أو صكر الماء نعم فعايتين نوضح لهم اللي هو هيخد الأجر كامل ولا هيخد نصف أو ربع الأجر اللي بيفطر صائم بياخد أجر إفطار الصائم اللي هو فطره وأجر هو بيبقى عمل حاجتين صحيح تمام اللي بيحفر البير بيدي لله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وربنا هو اللي بيحطها له في الميزان أنا عايز أقول لحضرتك حاجة ربنا عشان إحنا عالينا قاصر إدنا أعداد صحيح فلما اتكلم في قدراته سبحانه خرج بقى الأعداد صحيح الحسنة بعشرة إلى ثلثمائة ضعف وفي رواية إلى سبعمائة ضعف صحيح والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليهم سبحانه وتعالى ده بعد المضاعفة الله واسع عليهم فلا تسأل إنت تنفق وعايز أقول لحضرتك كمان رب درهم سبق مئة ألف درهم ده ممكن حاجة بالألف جنيه اللي حطتها مشاركة فوسط 12 واحد عشان نحفر بير يسبقوا اللي بنى مسجد وبنى وحفر آبار وكذا وكذا يرضي الله بهذا ولا يرضى بذلك لذلك إحنا دايما لما نعمل الخير نقول لأن في بابين عند ربنا باب ربنا يفتح لك الطريق أنك تعملي الخير والباب التاني اللي ربنا يقبل به هذا الخير فممكن غني مع فلوس يبني الخير لكن ربنا يقفل علي بهذا القبول لذلك الإخلاص وقبل الفعل يظهر القبول عند ربنا تبارك وتعالى سبحانه وتعالى دي سقر الماء ويعني أحلى كلمات سمعتها من حضرتك أن ربنا عز وجل الواسع العليم سبحانه وتعالى فربنا علي يعني عليم بصدق نوايا الإنسان فهو بيقول طب خلاص أنا يعني هقول سقر الماء وكذا بقى أنا دخلت الجنة طب مش ممكن طب ما فيه ناس معدها السقف نعم طب ما فيه ناس جعينة فيه ناس مشاعري يعني فيه مصادر ذكاء أنواع مختلفة بس أنا برضو عايز أقول للناس يعني السطر فيه ناس شفتها في جامعات البر والتقوى معند أجر رحيطة نعم حطين والحمام أعزاكم الله في مكان فيه أش بس نعم فعايدين نقول للناس اللي مع سقر الماء فيه حاجات تانية ممكن أن أنت تعملها للناس تخليهم فرحلين أو تدخل السور على مؤمن أنا عايز أقول لحضرتك حاجة أن ربنا نوى علينا العبادة فعمل صيام وعمل صلوات وعمل حسنات وعمل صلوات مفروضة وعمل بعد كده صلوات تطوعية عمل سبحانه وتعالى مع الصيام صيام الفرض وصيام التطوع قيام الليل في الصلاة عمل حاجات كتير أول العبد طيب اللي مش قادر يعمل الحاجات دي كلها يبقى فيه ذكر يبقى الصلاة يبقى الزكر بعض النوع من أنواع العبادة ربنا عالمة أن الإنسان متغير فدلوا على حسب هذا التغير تعالي بقى أروح كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم محرجعة تانية اللي احنا فيه إن للفقراء يوم القيامة دولة دولة يعني اليوم مكان كده عالي عادين فيه ينادي الله فيه بعبادي اهبطوا إلى أرض المحشر فليأتي كل واحد منكم بمن تصدق عليه في الدنيا فليأخذوا بيده إلى الجنة إني شفعتكم اليوم فيهم ما شاء الله الله طب تعالي بقى الغاجل اللي نازل يشوف الأستاذ محمد اللي جاب له بيت وسقفه له وبيضه له يبقى عمل مع صدقة ينزل جاري الأرمالة الحاجة فلانة جابت لها كذا تنزل جاري كل نازل يدور على كل واحد تخيلي أن هؤلاء القوم ينزلون إلى أرض المحشر يبحث كل واحد عن من تصدق عليه في الدنيا فيجدهم وقد سبقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بيدهم جميعا إلى الجنة صحيح صلى الله عليه وسلم ربنا يجعلنا منهم يا رب يا رب فربنا نوع العبادة ونوع الطريق ونوع الأخذ ونوع العطاة هيا أخذ من كلام حضرتك اللي كل واحد بياخد بإيده ويودي الجنة طب أنا لو تصدقت على حد بعيد زي الناس اللي في النجوع والكرة هم هيقعرفين يوم القيامة ويغضوا بإيدي يعني أنا هتصدق عليهم ونعم هنا وبنية للناس دي بس أدخل السرور على مؤمن وبعدين يوحل هو هيعرفني يوم القيامة اللي أنا اللي عملت كده وياخد بإيدي للجنة الرد من القرآن أعوذوا الله هنا الشيطان العجيم وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد يوم القيامة كل واحد هيشوف اللي تكلم في حقه وتكلم عليه وتكلم وقال كده لذلك يوم القيامة يؤتى إليك بطبق من الذهب مملوء حسنات فتقول يا رب يا رب أنا عمري ما عملت هذه الحسنات أقول لك يجي لك الملك وربنا يوضع لك ويقول لك يا أميرة هذه غيبة الناس فيك الناس اللي تكلمت حقك اغتبتك أنا حولتها لك لحسنات ودتها لك من غير ما أنت تتعبي وهذه أصدق العطايا يؤتى بهؤلاء يوم القيامة يقفون على باب الجنة لا يدخلون حتى يأتون بمن أطعمهم في الدنيا يدخلون معهم أصدقوا دي بل حضيتك ربنا أيل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا الناس دي خيف من إيه إنهم يخافون يوما كان شره مستطيرا خيف من ربنا من هذا اليوم فأطعموا عباد الله بإخلاص يوم ربنا يسيبهم ولا إيه أصدق الإله أبدا أوقاهم الله شجل ذلك اليوم صحيح ولقاهم نظرة وصرورة ربنا اداهم ونعيم بقى في الجنة ليه أصله هو كان معاه زي الست أنا بعتبيها فقيرة فقيرة ومش أدغى أن هي يجيب لولادها حتى ملابس أو كذا ومع ذلك بتحوش كل شوى هو مبلغ 200 جنيه وأنا في كل حلقة بكلها تتصل علي تقول لي أرجوك تعال خدها مني لإطعام اليتامة والمساكين وهي أصلا محتاجة للمال تقول لي ليه علشان أتحط مع أمهات المؤمنين مع أمين عائشة التي كانت طبع الدرهم في العطر قبل أن تعطيه للفقير تقول يقع في يد الله قبل الفقير ربنا جزيك كل خير ربنا يعزك عزكم الله ويسر الله يعني حضرتك عايزين نتكلم عن مبادرة حياة كريمة إحنا تكلمنا عن حفر الأبار ودي من ضمن مبادرة حياة كريمة وكلمنا على إطعام الطعام وده نفسه وسطر مؤمن في مبادرة حياة كريمة اللي كمان إحنا بنفرح بنات بنعمل لهم تجهيزات وبنديهم بنجحز على رئيس يعني كان آخر مرة أعتقد 27 عروسة أيتام فرحتهم كانت أنا كنت يعني هم اللي أدخلوا السرعة على قلبي ماشاء الله ماشاء الله فإحنا عايزين نقول للناس إحنا بنعمل إيه في مبادرة حياة كريمة يعني إحنا بقالنا سنة تقريباً في مبادرة حياة كريمة فإحنا بنعمل إيه غير حفو القبار وإطعام الطعام ونقول لهم بقى بنعمل إيه للعروسة الأيتام وبنفرحهم إزاي أنا عايزة أقول الأول إحنا لازم نتوجه بشكر صاحب هذه الفكرة صحية حياة كريمة السيد الرئيس هو اللي قال نبدأ بذوت علشان يبقى في حياة كريمة للناس وإحنا يعني الحمد لله من ضمن الناس اللي ما كذبوش خبر إن الكلمة نفسها حياة كريمة إن إحنا من حق كل حد إنه هو يحيى حياة كريمة اليتيمة تعيش حياة كريمة الأب الغاجل اللي مش قادر شوني أنا عايزة أقول لي حظيك حاجة ييجي واحد يقول لي أنا مش قادر أنا معي فلوس بس أنا مش قادر أصلي بالليل أقول له تصدق على اليتيم والمسكين وعلى الأرملة ييجي واحد تاني يقول لي أنا عايزة أصوم بس ما أقدرش على الصيام أقول له تصدق يقول لي طيب ييجي واحد تاني يقول لي أنا نفسي أجاهد في سبيل الله نفسي أني أموت في سبيل الله زي الشهداء اللي كل يوم بيتوفاهم الله واللي بقدم كل التعازي لأهليهم ولي نحن لأن احنا أهليهم عايزة أقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين هذه هو بابينهم من أبواب الجنة كالمجاهد في سبيل الله ده أنا برد على اللي بيقول أنا نفسي جاهد في سبيل الله معايا فلوس فلس مش عارف ما فيش باب الجهد ما فيش طب وإيه كمان بقيت الحديث أو كل قائم الليل لا يفتر طول الليل كل يوم يصلي 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 بس أنا مش قادر طب تصدق وتاخد سواب الليل طول الليل ويصلي أو كل صائم بالنهار لا يفتر كل يوم صايم 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 أنا مش قادر يا صوم أقول له تصدق واخذ أجر الصائم يبقى أنت خدت أجر الصائم القائم الشهيد في سبيل الله يبقى أنت هنا أطعمت وسقيت وسترت إن الله نسمع الحديث ده ستير يحب الستيرين تخيل إن ربنا بيسطر إنسان بيسطر إنسان عن أن يتفضح في الدنيا في قوم ربنا هو ليتولى ستره لأن في المقابل من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته وفضحه ولو في جوف بيته من الذي يتولى أن يفعل به ذلك الله تبارك وتعالى شوفي فضحه ديباد إيه سبحانه وتعالى ومن ستر مسلما ستره الله يبقى تخيلي ربنا سبحانه وتعالى هو ليتولى ستره في الدنيا يحجب عنه حرارات النار يحجب عنه العطش يوم القيامة يضعه تحت ظل عرشه سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى وتأتي الحياة الكريمة بعد كده نحن أخذ تقرير عن الحياة الكريمة نحن أخذ تقرير عن الحياة الكريمة تفضلني بالأكم نحن أخذ تقرير عن الحياة الكريمة نحن أخذ تقرير عن الحياة الكريمة عشان نوريكم أن تبرعاتكم راحت للمكان اللي فعلا يستحق نحن أخذ تقرير عن الحياة الكريمة نحن أخذ تقرير عن الحياة الكريمة نحن أخذ تقرير عن الحياة الكريمة من حج أن تعرف كين اللي ساعدك وإن هو يعمل بيتك كده في شكل جميل جمعية إيه؟ جمعية التقوى جمعية البر والتقوى جمعية البر والتقوى دي متعاونة مع مبادرة حياة الكريمة اللي بتحت تنفيذ الرئيس سيد عبد الفاتح السيسي الدولة متضمنة 80% من ترميم البيت ده وشي في المئة اللي بقيين بالتبرعات اللي بسيجي للجمعية الله يسهل لهم وربنا يبارك فيهم يا رب يبارك فيهم كده بقى دعوة حلوة يا ربنا يبارك فيهم وربنا يعلم يعلم عديهم أنا عاديك قديلي بقى البيت دلوقتي القودة عمنا زي دلوقتي اللي دولك بيصطلع عنا بحدا حلوة يعني ربنا يبارك فيكم عم بيجت حلوة دلوقتي في بيت جي حتة الواحدة نعم حتة فيش هييتها أكلان ولايتها حالة دلوقتي لما بجينا النعم وفتاك القوم شفت القودة بقى كان شعورك ايه افراح افراح بالبيت كله ازايك يا محمد؟ الله يسلم حضر عملك قولي بانت بتعمل ايه هنا؟ أنا بنشتغل هنا في حياة كريمة تابع جمعيات البر والتقوة المصرية اخدين مية وخمستاشر البيت هنا شغالين فيه جهزتوا غاية دلوقتي كان بيت؟ احنا شغالين في مية وخمستاشر بيت هيخلص الأسباب جاي يوم الخامس زي المنظر يكونوا خلصانين يوم السلمين ربنا يوفقك يا ربنا الله يصلح حلوة طب قولي بقى البيت الواحد بياخد منك وقت قدي عشان تجهزك؟ لا احنا بنشتغل في المية وخمستاشر مع بعض ما هو عشان لان فيه مثلا نجارين بتاع اللي بعملوا اللسقف بيشتغلوا القوم وبعد كده بيخش المحرين وبعد كده بيخش معانا الشبابيك وبيبان بتركب وكهربائي وسباك فهيقول له لازم يفتح الشغل مع بعض وما ينفعش نفتح بيت واحد مع بعض المية وخمستاشر بيت يقلصوا مع بعض قولي اسمك ايه؟ محمد عندك كم سنة؟ عندي سبعين عايزات بقى تحكي ليك ده حاجة محمد لحق البيت الزمان كان عامل ازاي قبل ما يتوضب البيت كان مسط ربوت وخشب وكلم علينا الفران والتعبين وكانت المية هو ما تنطلح لتنزل علينا من فوق نفتح عامل وشغل التاني المكدونة دمائي وقال كله ده الشال شلته بالانفار شلته ورماده وغباره وحادي يعني قاعد الإيثار بتاعها قاعد لسه وبارك الله وبهم وربنا يخلينا الجيس إنساء الله قولي بقى ايه اللي اختلف في البيت بعد ما تجدد؟ اختلف حادثة كتيرة جوي نظافة وبيات ودهات وكل الشي عايزك بقى تحكي لي كده يا ست الكل وليه البيت قبل ما يتوضب كان عامل ازاي؟ كان قبل ما يتوضب كان يعني ضمح كتوكسوف يعني الجيران سكنا حواليني وحنا كنا بنينا القطن دول وسكننا فيهم عملنا القطن دول وعقدناهم بجريد وسكننا فيهم ودولا كنا عاملينهم بططين عاملنا امتلاب الضارب وقاعدين فيهم طب وفي المطرة والبرد كنت بتعمله ايه؟ نخشوا في القطن قلنا نخشوا القطن لما كنتين طرق فيهم وقاعدنا فيهم لما كرمنا مهميني الأول علي جعلي حطلنا الخشبات دول وسطروني وبني رابح الضي تنشي مبني دي بني ناقي وعقدنا عليه العروب ده عزكي بقى كده؟ تقول لنا كلمة حلوة كده ومناسبة الحاجة الجميلة دي؟ انت دي جمال ده جمال قوي دي ده حلايا محصلتش حلايا محصلتش في الدوادي كله وفرحنا بيه قوي وليل ممحارة دعي لكم وأما زغرت وثقر هاجم محمد راشد ما بقى إني أنه أنا دخل على جواز كنت عيلة هم الشقة والحمد لله الشقة تعامت لي ما كنتش أتوقع أنه هتوصل للمراحل دي كله والحمد لله أنا دينا ما تتعدل معنا شوي الشقة البطين ومطلق حمام وصالح واحد دينا أشكرهم دينا جميلهم في جراسنا من فوق دينا نجد كل يوم ندعو لهم عشان عملوا معنا كبير أحلام أهالي القرية بسيطة جدا كل اللي بتمنوا إنهم يعيشوا حياة أدمية سقف يحميهم من مطر الشتاء وأرض تمنع عنهم البارد والحشرات والتراب طول ما في عطاء طول ما في خير وطول ما في ناس بتدي طول ما هيبقى في ناس عيش حياة كريمة صلواتنا وسلامنا وحليننا يا رسول الله يعني انتو شايفين الفرحة والله الناس دي دي راتفرحنا الناس دي رزق وعلى بمغنا من فوق أمهاتنا وكل أخوتنا دكتور مصطفى انتو مبادرة حياة كريمة للبر والتقوى انتو أسعدتونا قوي وأسعدتو يعني الفيديو ده فيه سعادة أنا يعني يعني انتو مشوفهناش في الفوصل بس احنا كنا فرحانين بشكل لو كل الناس فرحانة قوي بالشكل اللي انتو عميونه احنا كنا بنثقف مع السطر اللي كانت بتثقف اطعام طعام وجبر خاطر وسقي ماء وبيت تعمل سطر ايه الجميل ده انا عايز اقول بالنسبة للحياة الكريمة برضو وسير رئيس لما اتكلم في المبادرة دي يعني انا بقول ان الدولة بتدعم حوالي 80% من هذا العمل اللي احنا بنقوم به احنا بنشارك بهذا العمل ان احنا بنروح البلاد وبنعمل مسح لهؤلاء المحتاجين وبنشوف يعني شوفي ست قمة الفرحة اللي هي فيها وبتقولك قومي شوفي القوضة قبل ما القوضة دي تتعمل احنا مشينا في جزء وجزء تاني تعالي في مكان تاني وشوفي تخيلي بيت في حطين بس يعني سندين والباء ستارة وما فيش سأف في شدة الامطار اللي كانت موجودة الثعابين والهوام عايزين يعيشوا الثعابين يوحوا فين بقوا مينزلوا ويعودوا مع الناس دي التحت محاولوا رقودة وهناك اللي كانوا بيتعضوا وهم قاعدين في المكان ومع ذلك كانوا بيتحملوا فهؤلاء الناس من حقهم ان يحيوا حياة كريمة صحيح فكانت بتمد يد العون ليهم علشان تتحول حياتهم إليها يبقى احنا سترنا مسلمين وسترنا ناس كبار عيشناهم حياة كريمة وبنمدهم بطعام وبشراب حفرنا لهم آبار من فضل الله سبحانه وتعالى حتى يهنأوا لأن بيج المياه بيتحقق فيه حاجتين ان احنا بنسق الماء وان احنا الناس بتعمل المياه دي بتعملها طبيع وأكل بيعملوا فيه طب انا عايز اقول حاجة فيه حد بيجي يقول لي انا عايز اتبع مثلا بحفر بقر حفرت المية نزلت مئة متر مية ببص للمية بعمل لها اختبار لقيتها ملحة أو عاكرة شوية يا فارد بعمل فيها ايه بسيب المية تجري في الأرض عشان تزرع واحفر بنفس التكلفة اللي حد الدهالي مكان تاني بعمق تاني علشان اجيب مية حلوة يقدر يشرب منها الانسان ربنا يكرمك ويبرك فيك رب يعني الحلقة خلصت بسرعة من حضرتك بس سبحان الله يعني ربنا مبارك وربنا يكرمك ويجازي خير أسأل الله اني يعطي كل منفق خلفة يا رب وكل من ينفق في هذه الأيام الطيبة وبالذات شهر ومضان الذي فيه العطاء يعني مجزول بإذن الله تبارك وتعالى أنا عايز أقدم من الأول التعازي للي شهدأنا وبجانب هذه التعازي أنا عايز أهدي برضو التهاني للعاشر من رمضان اليوم اللي أسعد الدنيا كلها واللي حينما استغاف العباد برب العباد استستغيثون ربكم فاستجاب لكم سبحانه وتعالى استجاب لنا في العاشر من رمضان سبحانه وتعالى فكان نصر أكتوبر حينما قال رب العباد لملائكته كما قال في بدر سبعتاشر ومضان قال لهم إني معكم فسبتوا الذين آمنوا دايما بنقول احنا كدنا في معاية ربنا عز وجل سبحانه وتعالى ربنا يكرمك ويبرك فيك ورب دايما في معايته ورحمته جميعنا أمي شكرا بشكرا جزيلا ربنا يكرمك شكرا أعزك من ضيفا كان معنا الدكتور مصطفى تطحل أدعاء الإسلامي والمتحدث باسم جامعات البر والتقوى المركزية أنا كل اللي عايز أقولك في آخر الحلقة اللي أنا مبسوطة جدا بالخير وكل أهل الخير ومبسوطة اللي احنا قدرنا يعني نكون سبب بسيط قوي اللي احنا ندخل السرور على القلب مسلم ربنا هيكبر بخطرنا جميعا ودايما نفتكروا لمحتاج بيد محتاج أشوفكم الحلقة الجاية على خير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة